إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أعربت السفيرة السويدية لدى العراق عن تفاؤلها من استمرار جهود إعادة عمار إقليم كردستان وخاصة أربيل وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان استقبلنا اليوم السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفارد ستورب وبحثنا خلال الاجتماع الوضع العام في العراق كما ناقشنا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والسويد وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية قال البيان إنه تم التأكيد على أهمية وضرورة احترام الاتفاقيات بين الجانبين بما يضمن حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية والدستورية كما شهد الاجتماع بحسب البيان التباحث بشأن الوضع الداخلي في إقليم كردستان وأهمية إجراء انتخابات برلمان كردستانية اتجددنا التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد خلال العام الجاري وأشارت السفيرة السويدية إلى أنه على الرغم من المشاكل والمعاوقات إلا أن ما يبعث على التفاؤل هو استمرار جهود إعادة اعمار إقليم كردستان وتنميته ولسيما في أربيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر